اشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالمساهمة المتميزة للشركات والمؤسسات الرائعة لمبادرات خالد بن حمد والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق الأهداف التي رسمها سموه من خلال تلك المبادرات التي أطلقها سموه والتي لاقت صدا كبيرا وواسعا في مختلف بلدان المنطقة بعد النجاح الكبير الذي حققه في دعمها للشباب والرياضة جاء ذلك خلال استقبال سموه بمجلسه العامر بقصر الوادي الرعاة الذين ساهموا في دعم مبادرات خالد بن حمد المختلفة الإنسانية والرياضية والثقافية والعلمية بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن جواهري عضو مجلس الشورى رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيمويات والدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة العقيد خالد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وعرب اسموه عن فخره بما حققته المبادرات من نتائج إيجابية في دعم الشباب والرياضة البحرينية بفضل الجهود القائمين على تنفيذ هذه المبادرات الذين حرسوا على أن تظهر هذه المبادرات بصورة مميزة ساهمت في انتشارها ووصول صداها على المستوى الإقليمي والقاري وأشار سموه إلى أن هذه الجهود في دعم الشباب البحريني بشكل بل بشتى فئاته ساهمت في تنفيذ الأهداف في دعم الشباب من دوية لعاقة الذين هم جزء لا يتجزأ من مكونات هذا المجتمع والذين يمتلكون قدرات وإبداعات كبيرة وقد تحدث سموه عن تنظيم مملكة البحرين لأسبوع بريفا الدولي للقتال الذي يضم منافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء نوفمبر المقبل حيث قال إن هذا الحدث العالمي بحاجة إلى وقفة ومساهمة الجميع لإبرازه وإنجاحه وهو يقام لأول مرة على أرض المملكة بفضل دعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وأشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تم تحقيق نجاحات كبيرة في هذه الرياضة والتي عكست على المكانة التي احتلتها البحرين على المستوى الدولي في هذه اللعبة تصبح من الدول المتقدمة وأواجهة أسيوية ودولية لهذه اللعبة من جانبه استعرض العقيد خالد عبد العزيز الخياطر رئيس الاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة البرنامج الزمني لانطلاق البطولة العالمية مؤكدا أن مملكة البحرين أول دولة عربية وأسيوية تحتضن هذه البطولة بعد يعكس ثقة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بقدرة البحرين على إبرازها بالشكل المتميز من جهتهم عبر الرعاة عن شكرهم وتقديرهم لإسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة مؤكدين أن مشاركتهم والمساهمة في رعاية مبادرات سموه التي تحمل أهدافا كبيرة تصب في مصلحة رعاية ودعم الشباب البحريني في مختلف المجالات مضيفين أنهم سيواصلون جهودهم وشركاتهم في رعاية مبادرات سموه لتحقيق كل ما فيه خير ورقي بناء المجتمع لزهار هذا الوطن العزيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر